اشتركوا في القناة الأفضل دائما لأبناء الوطن في كل مسارات الخدمة الحكومية وثم نسموه في هذا الصدد توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتعزيز وإثراء المسيرة التعليمية ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم والتي إنفاذا لها أصدر اسموه أمرا بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحا عن العام الدراسي الجديد والاستعدادات لتوفير بيئة تعليمية تحفز على التفوق والتمييز في المدارس الحكومية وأعرب اسموه حفظه الله عن شكره وتقديره للجهود الموفقة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم وأكادرها التعليمي والإداري والمعلمون والمعلمات بالمدارس الحكومية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من اليوم التعريفي من خلال تسليم أولياء الأمور ملفا يحتوي على كافة المعلومات والتعليمات والإرشادات المتعلقة بنسيابية العملية التعليمية وأن يحتوي ملف كل طالب بالمدارس الحكومية على قسيمة مالية تصهم في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها الأساسية مقدرا سموه دور أولياء الأمور في العملية التربوية التعليمية وإقبالهم الكبير على المشاركة في اليوم التعريفي الذي يعكس متانة الشراكة مع الهيئات التعليمية في المدارس الحكومية لإثراء العملية التعليمية لكل ما فيه خير وصالح الطلبة وأكد سموه حفظه الله استمرار الحكومة استرشادا بالرؤى الملكية السامية في مبادرات تطوير التعليم بالشكل الذي يعزز من قدرة مخرجاته على تلبية متطلبات سوق العمل ويجعلها مواكبة للاتجاه التنموي للمملكة ويجعل أبناء الوطن خيارا أولا في سوق العمل مشيرا سموه إلى أن الأهداف المرسومة لتطوير منظومة التعليم ترتكز على جهود أبناء الوطن العاملين في الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية وما يبذلونه من جهود مخلصة في كافة قطاعات التعليم بإخلاص وشغف نحو الإنجاز والتميز لبناء جيل المستقبل المتسلح بالعلم والمعرفة والتي بها تتحقق الأهداف المرجوة